موسيقى 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 عمتي انا خايفة جوي ومش متطمنة بقولك ايه؟ كفاية لانا فيها انا مش ناقصة عايزة تساهمني انت خايفة على كريمة طبعا خايفة عليها مش مرط عمي جلبي حيوجف من الخوف عليها كمان يا رب محكمة نادع القضية منها لسنة 2019 سينة جودة حمدة ايوه يا باشا؟ ايوه انا موجود؟ عندي كم سنة؟ ثلاثين نادع المتهمة التانية كريمة سليمان عبد التواب ايه مش موجودة؟ مش موجودة يا رايز ماليسة موجودة حضرة القاضي انا موجودة انا موجودة انا موجودة هو انا موجودة حضرتك انا كريمة سليمان عبد التواب انا موجودة حضرتك 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 اه كمسلم懂؟ بتجي امسلم من؟ وبتقابل مين؟ وبتقعد مع مين؟ ومين جوه لبيت؟ ومين براع؟ والنهار ده قبل بكرة قلت ايه؟ قلت امين لانت عزاق ست الناس ربنا يسطر نورت يا كريم والنبي الدنيا نورت تصدق بالله؟ ندرا علي والندرة امان لما تشرفي عندي في العنبر ده انا هعملك زفا تلك بيك اوالله قبل ان اتحدث عن اتهام النيابة لموكلتي وبيان انه لم يبنى على اساس من الواقع القانوني واقوال الشهود اطلب من المحكمة تعديل الوصف والقيد الذي جاء بقرار الاحالة من تهمة الاشتراك في قتل المجن عليه الى تهمة التحريض على قتل المجن عليه حيث ان موكلتي لم تقم باي اجراء تنفيذي للاشتراك في هذه الجريمة بل ان كلما ساقته النيابة لاتهام موكلتي هو مجرد اقوال المتهمة الاولى التي اعترفت صراحة بالجريمة وانها قد استلت سكينا وتعنت به المجن عليه فاردته قتيلا هل قالت ان موكلتي ناولتها السكين؟ او انها قد اجهزت على المجن عليه وقيدت حراكته لتقضي عليه المتهمة الاولى؟ لا لم تقل يا سيدي ابدا بل ان كلما قالته انها تحدست مع موكلتي في امر تضررها من ظلم المجن عليه ومعاملته القاسية لها فما كان من موكلتي الا ان رددت المثل الشعبي الشهير سبوري على جارك الساو لجيله نصيبة لا يرحل فلا اظن يا سيدي انه يكون الباعث على الجريمة مجرد قول لموكلتي بل الامر مبعثه سبب خفي لم تستطيع النيابة الوصول اليه ان هذا السبب هو الباعث على الجريمة وليس تحريد موكلتي والتي رفعتها النيابة في قرار الاتهام الى مرتبة الاشتراك في الجريمة ان العلاقة الاثمة بين المجن عليه والمتهمة الاولى هي السبب العميق الذي اغر نفس المتهمة وحركها لتمسك بالسكين وتقضي رغبتها للتخلص منه تخلص من مستعبد طالما اذاقها الالم لكل هذا اطلب من المحكمة براءة موكلتي من التهمة المنسوبة اليها تأسيسا على كون موكلتي لم ترتقي الى التحريد على القتل كما اطلب تحريات المباحث بشأن وجود علاقة اثمة بين المجن عليه والمتهمة الاولى وما اذا كان المجن عليه حسن السير والسلوك من عدم موسيقى موسيقى هيا فوزي قوليلك كريمة جت معاكي كريمة راحت المحكمة ليه؟ بنتها قلت لها مطرحش هي جت لوحدها مروان حجاز لها غرفة في الفندق ثبتها وجت القاضي حكم لا أجل لا أجل لا أجل لا أجل شهد فين؟ شهد في مصر تعمل إيه؟ تيجي تقول إنها اللي حيحصل وفين مروان؟ وفين حسن؟ كريمة مش هتتحمل يوم واحد في الحبس كده؟ محدش في يده يعمل حاجة ياريت اللي أنا شايفاه ده كان من زمان كريمة بتكفر عن اللي عملته في الدنيا عشان لما تجاب الوجه كريم ساعتها هفيش كلام يتجال رايحة فين؟ تعبانة دماغي فيها بابور طحين من الصبح مش قادرة عايزة أشوف الواد أتطمن عليه هتعمل إيه يا جبري هتعمل إيه؟ يمكن صح؟ ربنا عاوز يغفر لكريمة طب وأنا الحك روحي كيف هجول إيه الربنا ساعت حسابه هجول إيه وعمل إيه؟ أنا متشكرة قوي على وقفة الجمل ما تقوليش كده أنا معاك لغاية ما المحاكمة تخلص أنت إيه رأيك؟ في إيه؟ في موقف ماما أنا محتاجة أعمل لها زيارة محتاجة أتكلم معاها بس عشان أكون صادق معاك البراءة صعبة قوي أنا حاولتك نحية المحكمة بكل الطرق بس صعبة كنت عايزة أتكلم معاك يا عزت شاهد أنا اللي محتاجة أتكلم معاك شاهد أنت من يوم ما سافرتي وأنا ما بطلتش تفكير ومخي عمال يجيب ويودي لو قلتلك أن أنا ما نمتش ولا دقيقة جايز ما تصدقنيش شاهد أنا محتاجة جنبي هو ده اللي أنا واثق منه بس صعب صعب يا شاهد بعد اللي سمعته واللي عرفته صعب مش عارف أقولك إيه أنا عارف أنا عارف أن أنت كنت عايزة تجيبي حقك بأي طريقة وأن عقلك دفعك أنك تجيبي حقك هي دي المشكلة يا شاهد